اجتماع مجلس الوزراء الأخير ومناقشة لذلك ينضم إلينا عبر تقنية أسكايب عضو بالمنظمة أو المكلف بالإعلام بالمنظمة الطلابية الجزائرية الحراء السيد عبدالقادر ورنوغي صباح الخير سيد الكريم شكرا لك على تلبية الدعوة لكي ولي جميع المشاهدين أجتماعينا شكرا على الدعوة مرحبا لكم دائما طيب سيد ورنوغي تبعت معنا ربما مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان هناك تركيز ربما على ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق في الجزائر كمنظمة طلابية جزائرية حرة كنتم من بين الذين طالبوا بإصلاح منظومة التعليم العالي بشكل عام في الجزائر ما هي رؤيتكم لهذا القرار؟ ماذا تنتظرون بعد هذا القرار بإصلاح منظومة التعليم العالي بشكل عام في الجزائر؟ بداية إصلاح قطاع التعليم العالي هو استجابة لمختلف مكونات المجتمع الجزائري لأنه بطبيعة حال الجامعة الجزائرية هي مزيج مختلط من جميع مؤسسات المجتمع الجزائري وإصلاح التعليم العالي هو استجابة لهذا المطلب إذن كما قلنا أن الإصلاح عنده علاقة بجميع القطاعات بأنه بطبيعة الحال المؤسسة للجامعة الجزائرية هي التي تكون تنتج المؤطرين لجميع المؤسسات وهذا يأتي في إطار انفتاح على محيطها الاقتصادي والاستماعي لمكانتها وضرورة أن تكون هي القاطرة الأساسية والمحرك الأساسي للمجتمع الجزائي طيب سيد ورنغي لو نتحدث عن ربما الأولويات التي يجب إلاؤها الأولوية من خلال إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام كيف تنظر إلى هذه الأولويات؟ ما هي الأولويات في رأيك؟ إذا قلنا أن الجامعة الجزائرية هي قاطرة القاطرة لا تتكون من جميع الجائع ومختلفة منها القاطرة التي يستغلها الركاب والمحرك ثم الوقود إذا مثلنا أن الوقود هو البحث العلمي والجودة التكوين لذلك يجب إلى أهمية كبرى للبحث العلمي لأنه هو رأس المال المعرفي الذي ينتج ويحرك الجامعة بالحديث عن البحث العلمي كذلك ركز رئيس الجمهورية على منح الجامعة الدورة الرياضي كقطرة كما ذكرت للاقتصاد الوطني من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة وكذلك مواكبة التحولات الاقتصادية في رأيك سيد ورنوغي كيف ترى موقع الجامعة الآن من الاقتصاد الوطني؟ هل هو كافي دور الجامعة لحد الآن للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني؟ طبعا الأفق الذي تصل إليه الجامعة ليس له حدود إذا كان هناك حد للمعرفة والاقتصاد إذن نقول أننا ختمنا العلم بدرجة واحدة لكن من التطورات العالمية والتحولات الاقتصادية التي تعرفها العالم والتي تعرفها الجزائر بالخصوص خصوصا بعد فترة التعافي الاقتصادي وفترة أزمة كورونا التي أصبحت مثال يحتذى به في أن نكون قد توجهنا حقيقة إلى اعتماد على أنفسنا كثيرا خصوصا في التخصصات العلمية لأنه حقيقة شفنا عجز في بعض الأمور لكن العقلية التي يجب أن تتميز بها الجامعة حاليا هي إنتاج كل ما يخصها إنتاج الاقتصاد المعرفي والرأس المال المعرفي الذي يمكنها من أن تزاوي الجميع مهامها وتتطور في جميع المجالات من إنتاج نفسها بالحديث عن التخصصات سيد ورنوغي هناك الكثير من العارفين بالمجال وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ينادون بمراعاة التخصصات في الجامعة على حساب متطلبات السوق وكذلك الرهانات والتحولات الاقتصادية بشكل عام في الجزائر كيف ترى ذلك؟ متطلبات السوق دائما كنا عندها علاقة بالجامعة نفسها ومنح الاستقلالية التسير البيداغوجي والمالي وفي إطار التخصص الجغرافية منحوها تلك المرونة من أجل أنها دائما تنفاتح شفنا جامعات أنجزت اتفاقيات هي والمتعاملين الاقتصاديين لكن هذا لا يكفي يجب أن تكون الجامعة هي التي تخلق مناصب تخلق الطروة المعرفية وتخلق مناصب الشغل وذلك دائما في إطار علاقتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالعودة سيدة ورنوغي بالحديث عن التكوين في الجامعة الجزائرية إعادة النظر في خارطة التكوين كذلك هو من بين الأمور المطروحة بشدة من خلال طبعا خلق آليات تكوين ناجحة في رأيك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ طبعا كنا من السبقين ومن الذين نادوا بإصلاح نظام الالمدي وحاليا شفنا القرار رقم 992 الذي غير خارطة طريق وخارطة تكوين بالنسبة لنظام الالمدي والاتجاه رويدا رويدا نحو ضمان الجودة في التكوين لأن هذه الأمور بطبيعة حال لما تكون عندك جامعة تنتج منتوج بشري لكن غير فعال طبعا راح يكون عندك مشاكل بزات لكن حقيقة بعد التغيير الذي جاء في نظام التكوين نقول ليس تغيير جذري ولكن تغيير أولي لهما بعده ننتظر منه مردود على الأقل في السنتين القادمتين أو ثلاث سنوات قادمة يكون منتوج أو مردود على الأقل يمكن تقييمه في إطار معاق كذلك رئيس الجمهورية أمر بالعمل على رفع أكثر من نسبة توجه نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا كيف ترى هذه النقطة سيدور نوري؟ التوجه نحو التخصصات العلمية مثل الرياضيات والذكاء لإصطناعه واستجابة للتطورات وتحولات عالمية التي تعرفها جميع الدول لأنه لاحظنا أن هذه الأمور أصبحت هي أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها اقتصادية دول عند دول تقوم اقتصاديةها جميعا اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة خصوصا بعد أزمة كورونا التي عرفتنا بمكامل العطب لكن هذا الأمر لما يكون جزئي ويكون على مراحل معتبرة على ما أظن أنه السنوات القادمة كفيلة بأنه نرى هذا المردود والإنتاج الذي ستعرفه الجامعة الجزائرية وهذه الإصلاحات العامقة كفيلة بأنه تعرفنا بأن الجامعة الجزائرية قادرة على أن تستجيب لمتطلبات المجتمع في إطار هذه الإصلاحات طيب سيد أورنوغي لا يمكن أن نتحدث عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر دون أن نتحدث عن ربما الكفاءات الجزائرية التي تخرجها الجامعة الجزائرية بالرغم من النقائس التي المتواجدة في قطاع التعليم العالي هل ترى أنه يجب وضرورة وضع استراتيجية لكذلك التكفل بالكفاءات المهمة التي ربما أغلبها تهاجر خارج الوطن وتستفيد منها دول أخرى طبعا دائما الحلقة المفقودة في تقريب هجرة الأدمغة أو كما يسمونها أنه عندها علاقة بالماديات أكثر منها عندها علاقة بالجامعة الجزائرية أو بمحيط الجامعة الجزائرية ولكن عندها علاقة بالماديات أكثر اللي هو لما الطالب يتكون وتحصل على درجة الدكتوراه في الجامعة الجزائرية لا يجد منصب شغل لا يجد ذلك المحيط الذي يجعله يبذكر ويبدع طبعا لما يهاجر الخارج يجد الأمور مرتبة لكن نقطة يجب أن ألبي إليها أنه التكوين داخل الجزائر وحصوله على درجة الدكتوراه يؤهله مباشرة إلى الخارج لجاي المهامة وهذا يدل على أنه التكوين داخل الجزائر على الأقل معترف به وعنده قيمة خارج الجزائر لكن هذا الإشكال عنده علاقة بالمحيط للسوسيو الاقتصادي الذي يمكن أن الدولة الجزائرية ستراعيه خصوصا بعد فترة التعافي التي تعرفها الجزائر أنتم كمنظمة طلبية جزائرية حرة كنتم قد طلبتم كذلك أكثر من مرة بإشكالية وتحدثتم عن إشكالية الخدمات الجامعية رئيس الجمهورية شدد على ضرورة عصرنة الخدمات الجامعية أين ترى الأولوية فيما يخص الخدمات الجامعية يعني كيف يمكن عصرنة الخدمات الجامعية في رأيك طبعا الخدمات الجامعية أسهلة حبرا كثيرا وملأ أدفات عديدة الأمر هذا قديم متجدد فيها أفكار عدة كنا طالبنا نحن في منظمة طلابية الجزائرية الحرة بالتوجه نحو الدعم المباشر للطالب وفق أليات عصرية أليات عصرية تتمثل في قلناها سابقا ونزيد ونقولها اليوم الأليات عصرية تتمثل في أنه لما ندفع للطالب أموال لكن أموال بصغار رقمية تمكنه من أنه يستفيد من الخدمات الجامعية داخل إقامة الجامعية وفق أليات عصرية لأنه حاليا لما نشوف إقامة جامعية تصرف أقل من الجامعة الجزائرية التي تصرف على الإقامة الجامعية وممتازة وفي هيئة جيدة يفرض علينا هذا ويحتم علينا أنه نتوجه نحوه الدعم المباشر للطالب وفي أليات عصرية لما لا تكون عندنا إقامة نموذجية تخلينا نشوفه نجربه ندره تجربة ولما تنجح نعمها لما لا تكون عندنا قلنا عمولات رقمية يصرف هذا الطالب عن طريق بطاقة مغناطيسية داخل إقامة الجامعية يصرف على الإطعام والإيواء والنقل هذا من جانب أنه يضمن العيش الكريم للطالب ومن جانب آخر يضمن أموال الدولة المحافظة على أموال الدولة المكلف بالإعلام وعضو بالمنظمة الطلبية الجزائرية الحرة سيد عبدالقادر ورنغي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة أموال الدولة أموال الدولة